هنا درنة ليبية أو ما تبقى منها جثامين لفظها البحر وآلاف منها في عداد الفقد والضياع لم يترك إعصار دانيال الذي تحول إلى طوفان بفعل انهيار السدود شرق ليبيا فرصة لدرنة لتتحول إلى كارثة لم تشهدها البلاد منذ نحو أربعين عاما وهي التي كان يقطنها نحو مئتي ألف نسمة ليبيا التي ينظر لها المراقبون حول العالم بنظرة يأس على مشهدها السياسي وجه اتهامات واسعة لحكومتي بلادها المتنافرتين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة المكلفة من البرلمان سيما مع تضارب أرقام القتلى والمفقودين في الطوفان لغة الأرقام تلك مثقلة بالوجع والخسارة مثقلة برائحة الموت التي غيبت أحياء كاملة لتختفي عن بكرة أبيها اتهامات للجهات الرسمية بالتقصير بعد أن خرجت تقارير منظمات محلية ودولية تتحدث عن غياب الصيانة لسدود درنة منذ عام 2001 وفي الكارثة أيضا أن كياس تغليف الجثث نفدت من كل البلاد قتل الألاف وشرد عشرات الألاف والحصيلة أكبر من التوقعات هكذا تصدر البيانات الرسمية من حكومتي البلاد ومعها رسائل المناشدة لدعم دولي بفرق إنقاذ من شتى أنحاء العالم ومع استعداد عربي ودولي وصلت منه مساعدات عاجلة تمثلت بفرق إنقاذ ودعم لوجستي ومعونات لذوي الضحايا يرى خبراء في الكوارثة الطبيعية أن ما حدث في ليبيا الأسوأ في التاريخ الحديث سيما مع تأكيدات بأنها كارثة فاقت فاجعة زلزال المغرب المدمر ترجمة نانسي قنقر